نسمع ونشوف مؤيد سليم ده كان كابتن المنتخب الأردني قبل كده ده تحديدا في الفترة اللي تعالى فيها لو تفتكروا كابتن جوهري تديب المنتخب الأردني كان بيلعب في الوقت ده وكان كابتن المنتخب وكان مدرب سابق كمان للمنتخب الأردني قليلا نشوف رسالته لجماهير الكرة العربية عموما والمصرية خاصة بعد طبعا الإعلان عن مواجهة الأردن ومصر في دور التمانية في بطولة كاس العرب ونرجع لحضراتكم أنا لاعب مؤيد سليم لاعب المنتخب الوطني الأردني سابقا بداية أهن جميع المنتخبات العربية التي تأهلت للدور الثاني بنهايات كاس العرب مبروك للمنتخب المصري مبروك لمنتخبنا الأردني على ما قدموه من مستوى جميل جدا إن شاء الله ستكون مباراة جميلة جدا بين المنتخبين ما في شك منتخبنا الأردني بمن حضر بقيادة الكابتن عدن حمد واللاعبين الموجودين إن شاء الله ستكون سيكون بصمة المنتخب الأردني موجودة بكل المحافل العربية دائما نتوقع بأن النشامة سيكونون عند المحك رغم أن الخصم هو خصم قوي جدا من المنتخب المصري من المنتخبات العربية التي باتت الكل يعول على أنهم يحصلون على كأس العرب إن شاء الله تكون مباراة جميلة جدا بين المنتخبين فيها الحب والأخوة والعطاء للجميع الطموح كبير جدا ما في شك إن شاء الله سيكون منتخبنا على قدر المستوى والمسؤولية منتخبنا زي ما حكينا بمن حضر رغم الإصابات الموجودة بالفترات السابقة لكنه استطاع أن يتأهل الدور الثاني منتخب المصري من المنتخبات العربية القوية جدا فيها القوة والأناقة والإثارة والفن بصراحة الكل عندما شاهدنا مباراة المنتخب المصري مع المنتخب الجزائري كانت مباراة جميلة جدا كانت مباراة فيها كل شيء في كرة القدم من الجمال والقوة والخطط وجميع الأمور الفني أعتقد بأن المنتخب المصري استحق أن يتأهل الدور الثاني تمنياتنا للجميع إن شاء الله أن تكون براءة جميلة جدا فيها الأخوة وفيها المحبة للجميع ونهاية حديثي أود أن أتذكر الأيام الجميلة التي كانت من خلال مدربنا الراحل وكبيرنا الراحل الكابتن محمود الجوهري الذي كانت له بصمة كبيرة جدا للكرة الأردنية من خلال تأهلنا لآسيا والحصولنا على التصنيف العالمي ترجمة نانسي قنقر